النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم قصص الأنبياء التي سلفت على هذا النحو لأن قصص الأنبياء جاء بعضها في التوراة والإنجيل ولكن على هذا النحو من العلو في الوصف والعبارة وهذا الحفظ لم تأتي إلا في القرآن وجاء فيها أشياء ليست مدركة لا في العلم السالف ولا في الأمم السالفة ولا حتى في وقت التنزيل ولا في علم المؤرخين إلا في وقت متأخر فإذن ذكر التأريخ الماضي لا يعلمه إلا الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه مثلا في قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام في عهده مصر كانت محكومة قبل عهده وبعد عهده كانت محكومة بالفراعنة الفراعنة حكام مصر قبله وبعده في قصة يوسف عليه السلام ما جاء فيها ذكر فرعون جاء فيها ذكر العزيز وأين ذكر فرعون هل الفراعنة جاءوا بعده لا الفراعنة قبل والفراعنة والفراعنة بعد فلماذا خلت قصة يوسف عليه السلام التاريخية من ذكر شيء اسمه فرعون العلماء يقولون العزيز اسم من أسماء أولاد الأولين اسم من أسماء أولاد فرعون أو ما شابه ذلك لكن جاء التاريخ وبين أن فترة يوسف عليه السلام هي فترة غلبت فيها دولة غلبت فيها الفراعنة وانتصروا على الفراعنة ثم بعد يوسف بزمن عاد الفراعنة وحكموا مصر ففي تلك الفترة التاريخية وهذه ما كتشفت إلا مؤخرا وهذا نوع نوع من إعجاز القرآن ليس الإعجاز التاريخي مثل ما يقولون ولكنه أن القرآن كلام الله جل وعلا لأنه هو الذي يعلم ما كان ويعلم ما سيكون فصفة الله جل وعلا هنا في إحاطته بالعلم وأن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة سبحانه وتعالى هي التي تجعل القرآن معجزا فكونه سبحانه يعلم علما محيطا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما نستقبل علم أزلي ذاتي سبحانه وتعالى لا ينفك عنه جل وعلا هذا يعطيك أن هذه الأشياء التي في القرآن المتنوعة هي دليل أنه لا يكون إلا من عند الله جل وعلا خصوص سبحانه وتعالى مناسب لا أحد